لجنة تتكون من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين انتقلت صباح اليوم إلى مبنى مفوضية الانتخابات تمهيدا لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والاجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع مجلس القضاء العلا حينما أصدر البيان لحدد الاجتماع يوم العهد القادم العاشر من الشهر لتسمية القضاءات المعنيين وأيضا شكل هيئة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وشخص قضائي آخر للذهاب إلى المفوضية لغرض الاطلاع وتهيئة الجولة للبدء العمل لأن الوقت الآن ضيق بالنسبة له ويجب أن يتم التنفيذ بسرع وقت ممكن قرار مجلس القضاء هذا اعتبره مراقبون للشأن السياسي متسرعا كونه لم ينتظر مصادقة رئيس الجمهورية أو حتى نشر القانون في الجريدة الرسمية محذرين من ضغوط وتأثيرات سياسية قد تمارس على القضاء قضية الاستجابة من قبل مجلس القضاء أعتقد أنها تثير بعض الشكوك أو محاولة أنه تدخل أو علوية الجانب السياسي على الجانب الدستوري لأن شكليا لم تستكمل جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل القانون لا سيما أن هناك إجراءات تتعلق بمصادقة رئيس الجمهورية ونشره في جريدة الوقاعة الرسمية استجابة المجلس القضاء لهذا الموضوع أعتقد أنها تؤكد أن هناك إرادات سياسية ضاقطة باتجاه هذا الموضوع نحو 56 ألف صندوق اقتراع في عموم العراق قد تتطلب عملية عدها وفرزها يدويا نحو 30 يوما بعيدا عن فترة الطعون والرد عليها التي قد تواجه النتائج بعد إعلانها وفق خبراء دعوا القضاء إلى الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين والكادر الإداري والفني في المفوضية ربما تستارق العملية من شهر ونصف إلى شهرين لأنه بعد العد والفرز اليدوي أيضا ستكون هناك طعون على هذه العملية الجديدة وبالتالي يتم مقارنة العد والفرز اليدوي مع التغرير الورقي الذي يصدر من الجهاز ومطابقتهم في هذا المجال وبرغم الملاحظات العديدة التي وجهت للتعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية إلا أن عملية العد والفرز يدويا وبإشراف قضاة بات بمثابة مطلبا عاما بسبب كم الشبهات التي طالت عمل المفوضية أحمد عرام الحرة بغداد